تقريبا إن لم تخني الزاكرة هذه الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية تعتبر من أقوى الجولات اللي شفتها في حياتي في كأس الأمم الأفريقية اللي تلعبت من قبل كده كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2024 تستمر الإصارة والمتعة هقولك في الفيديو ده على ملخص نتائج المباريات للجولة الثانية ترتيب المجموعات الستة بعد نهاية مباريات الجولة الثانية موعد الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة بالموعد والتوقيت كل التفاصيل اللي عايز تعرفها عن الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية السلام عليكم ورحمة الله تخيل معي بعد انتهاء الجولة الثانية بالكامل في الست مجموعات كل منتخب من الاربع وعشرين لعب مبارتين لم يتأهل إلى دور الستاشر سمن النهائي حتى الآن رسميا إلا منتخبين فقط منتخب الرأس الأخضر ومنتخب السنغال هذا يدل على قوة البطولة وحماس وإصارة البطولة وأيضا حظوظ متوفرة في الجولة الثالثة والأخيرة المجموعة الأولى اللي بتضم كوتيفوار البلد المستضيف ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو اتلعب فيها جولتين في الجولة الأولى كوتيفوار قدرت تفوز على غينيا بيساو اتنين مقابل لاشيه وفي نفس الجولة كان فيه تعادل ما بين نيجيريا وغينيا الاستوائية واحد مقابل واحد رحنا للجولة الثانية كان فيه مباراة قمة ما بين نيجيريا وساحل العاج وإستطيع منتخب نيجيريا أن يفوز على ساحل العاج واحد مقابل لاشيه أما غينيا الاستوائية اللي بتتقلق بتقصو على غينيا بيساو اربعة مقابل اتنين لصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الثانية غينيا الاستوائية في الصدارة اربع نقاط نيجيريا في المركز الثاني اربع نقاط ساحل العاج في المركز التالت تلات نقاط غينيا بيساو صفر من النقاط غينيا الاستوائية يتفوق على منتخب نيجيريا بفارق الأهداف عندنا جولة تالتة وأخيرة يوم الاثنين 22 يناير 2024 ما بين غينيا الاستوائية وساحة للعاج سبع مساء بتوقيت القاهرة وغينيا بساو ضد نيجيريا في نفس التوقيت سبع مساء بتوقيت القاهرة ده بالنسبة للمجموعة الأولى نروح للمجموعة التانية اللي بتضم مصر والرأس الأخضر وغانا ومزمبيك في الجولة الأولى منتخب مصر بيتعادل مع مزمبيك في مفاجأة كبيرة اتنين مقابل اتنين وفي نفس الجولة الجولة الأولى الرأس الأخضر بيفوز على غانا اتنين مقابل واحد في الجولة التانية منتخب مصر بيقرر تعادله مرة تانية هذه المرة مع منتخب غانا اتنين مقابل اتنين وفي الجولة الثانية منتخب الرأس الأخضر يقصو على منتخب مزمبيك تلاتة مقابل لشي ليصبح ترتيب المجموعة التانية بعد نهاية مباريات الجولة التانية الرأس الأخضر في الصدارة ست نقاط ويضمن تواجده كمركز أول في المجموعة الثانية في دور الستاشر مصر في المركز الثاني نقطتين غانا نقطة واحدة وموزنبيك نقطة واحدة عندنا جولة تالتة وأخيرة وحاسمة غدا بإذن الله الاثنين 22 يناير 2024 عندنا مباراتين في منتهى القوة وفي نفس التوقيت مصر ضد الرأس الأخضر ومهمة قوية ومهمة يعني على المحك للمنتخب المصري بعد غياب محمد صلاح وسماع كلام النهاردة أنه هيروح لليفربول ويتعالج في ليفربول وعلامات استفهام كبيرة والجميع زعلان من محمد صلاح كيف تترك المنتخب في هذه الأثناء وتذهب إلى ليفربول كل الحب لمحمد صلاح نتمنى له الشفاء ولكن كان لابد أن يفضل موجود مع المنتخب يساند المنتخب حتى انتهاء البطولة أو خروج المنتخب المصري يبقى عندنا مباراتين موزنبيك وغانا عشرة مساء بتوقيت القاهرة ومصر والرأس الأخضر في نفس التوقيت عشرة مساء بتوقيت القاهرة نروح للمجموعة الثالثة اللي فيها السينغال والكاميرون والجامبيا وغينيا لعبنا جولتين في الجولة الأولى منتخب السينغال فاز على منتخب جامبيا تلاتة مقابل لشيء في نفس الجولة منتخب غينيا اتعادل مع منتخب الكاميرون واحد مقابل واحد رحنا للجولة الثانية منتخب السينغال بيأكد قوته ويسيطرته في هذه المجموعة وحامل اللقب جاي مش بيهزر أبدا في الجولة الثانية بيفوز على منتخب الكاميرون منافسه المباشر في المجموعة تلاتة مقابل واحد أما منتخب غينيا اللي قدر يفوز على منتخب جامبيا واحد مقابل لشيء لأصبح ترتيب المجموعة الثالثة السينغال في الصدارة ست نقاط ويتأهل رسميا إلى دور الستاشر غينيا في المركز الثاني أربع نقاط الكاميرون نقطة واحدة في المركز الثالث جامبيا في المركز الأخير صفر من النقاط عندنا جولة تلتة وأخيرة يوم السلساء 23 يناير غينيا ضد السينغال سبع مساء بتوقيت القاهرة وجامبيا ضد الكاميرون سبع مساء بتوقيت القاهرة نروح للمجموعة الرابعة اللي بتضم أنجولا بوركينا فاسو والجزائر وموريتانيا لعبنا مبراتين في الجولة الأولى الجزائر اتعادل مع أنجولا واحد مقابل واحد في نفس الجولة بوركينا فاسو فاس على موريتانيا واحد مقابل لشيء في الجولة الثانية منتخب الجزائر بيتعادل مرة أخرى هذه المرة مع بوركينا فاسو 2 مقابل 2 ومنتخب أنجولا بيفوز على موريتانيا 3 مقابل 2 لأصبح ترتيب المجموعة الرابعة أنجولا في الصدارة 4 نقاط بوركينا في المركز الثاني 4 نقاط ولكن أنجولا بفارق الأهداف مركز أول الجزائر في المركز الثالث مقطتين موريتانيا 0 من النقاط في المركز الرابع عندنا جولة الثالثة وأخيرة مهمة جدا يوم السلساء 23 يناير مبارتين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة أنجولا ضد بوركينا فاسو والجزائر ضد موريتانيا في ديربي عربي ده بالنسبة للمجموعة الرابعة نروح للمجموعة الخامسة اللي انتهت مبارياتها منذ قليل اللي بتضم مالي وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا في الجولة الأولى نميبيا فازت على تونس 1-0 ومنتخب مالي فاز على جنوب أفريقيا 2 مقابل لشيد رحنا للجولة التانية منتخب مالي اتعادل مع تونس 1 مقابل 1 ومن شوية منتخب جنوب أفريقيا أمطر شباك نميبيا 4 مقابل لشيد لو اصبح ترتيب المجموعة الخامسة مالي في الصدارة 4 نقاط جنوب أفريقيا في المركز الثاني 3 نقاط نميبيا في المركز الثالث 3 نقاط تونس رابع بمارك بنقطة واحدة عندنا جولة تالتة واخيرة هتكون يوم الاربعاء 24 يناير جنوب افريقيا ضد تونس 10 مساء بتوقيت القاهرة ومالي ضد ناميبيا 10 مساء بتوقيت القاهرة نروح للمجموعة رقم 6 والاخيرة اللي بتضم المغرب وزنبيا وتنزانيا والكونغو الدموقراطية النهاردة المنتخب المغربي انهى مبارياته وكانت مباريات المجموعة النهاردة في الجولة التانية والمجموعة رقم 6 بالنسبة للجولة الاولى المغرب وتنزانيا فوس كبير لمنتخب المغرب 3 مقابل لاشيه الكونغو وزنبيا 1 مقابل 1 في الجولة التانية المغرب والكونغو 1-1 وتنزانيا وزنبيا 1-1 تعادل في الجولة التانية في المباراتين ليصبح ترتيب المجموعة رقم 6 المغرب في الصدارة 4 نقاط زنبيا نقطتين في المركز التاني جمهورية الكونغو بنفس عدد نقاط نقطتين وتنزانيا نقطة واحدة في المركز الاخير عندنا جولة تالتة واخيرة مهمة جدا يوم الاربعاء 24 يناير مبارتين في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة تنزانيا ضد الكنغو والمغرب ضد زامبيا بكده قلتلك على نتائج مباريات الجولة الاولى والجولة التانية ترتيب المجموعات الستة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية ايضا موعد الجولة الثالثة والاخيرة والحاسمة تأهل الى دور الستاشر رسميا حتى الان السنغال والرأس الاخض نتمنى باذن الله تأهل منتخباتنا العربية الخامسة مع صعوبة المهمة جدا جدا وكرب النتائج او تقارب النتائج او يعني الموضوع هيبقى صعب جدا جدا نتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية اكتب لي في التعليقات من يتأهل الى دور الستاشر معانا اتنين عايزين اربعتاشر يلا اكتب لاربعتاشر في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته